في نفق مظلم تمضي العملية السياسية في العراق بعد عام على الانتخابات البرلمانية الأخيرة فالتحالفات التي شهدتها الانتخابات وتلك التي تشكلت بهدف الخروج من أزمة تشكيل الحكومة ربما لم تعد قادرة على الصمود في وجه الخلافات البينية بين الكتل السياسية المشاركة في تلك التحالفات لا سيما بعد أن تحولت الخلافات في بعض الحالات إلى صراع وتبادل للاتهامات نتج عنها انشقاقات أضعفت بالطبع تلك الكيانات السياسية تحالف المحور الذي كان يقدم نفسه ممثلا وحيدا للمحافظات العراقية المستعادة من قبضة تنظيم الدولة تلقى مؤخرا ضربة موجعة عندما أعلن أربعون نائبا انشقاقهم عنه وعودتهم لتشكيل تحالف القوى الذي كان ممثلا للكتل السياسية السنية خلال الدورة البرلمانية الماضية انشقاق يأتي إثر تصويت مجلس محافظة نينوا بالموفقة على اختيار النائب المدعوم من ميليشيات الحشد منصور المرعيد محافظا لها حيث اتهم بعض النواب أعضاء بمجلس نينوا بتلقي رشاوة مالية مقابل التصويت لصالح اختيار المرعيد غير أن ثمت من يرى أن الخلافات داخل تحالف المحور لم تبدأ مع أزمة اختيار محافظ نينوا فالتحالف المنضوي ضمن كتلة البناء يتنازعه معسكران متنافران الأول يدعو للبقاء ضمن كتلة البناء بينما يضغط الثاني للخروج من عباءة البناء المدعوم إيرانيا لا سيما بعد تصاعد حدة التهديدات الأمريكية ضد طهران إذ تعاني تحالفات أخرى كتحالف الإصلاح الذي تزعمه عمار الحكيم والبناء الذي يضم أحزاب نور المالكي وهادي العامري وفالح الفياض من مشاكل تتعلق بتسمية مرشحي الوزرات الشاغرة في حكومة عبد المهدي الأمر الذي تسبب بانشقاق بعض النوابها بل إن المنشقين من تحالفي الإصلاح والبناء يسعون لتشكيل تحالف جديد ربما تتضح ملامحه قريبا وبحسب محللين فإنه من المرجح حدوث تغيير في الخارطة السياسية في العراق خلال الفترة المقبلة ما يجعل مستقبل حكومة عبد المهدي يكتنفه كثير من الغموض وربما كذلك الانتخابات القادمة لمجالس المحافظات ترجمة نانسي قنقر